أثناء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على الجهود التي أسهمت في تصدر دبي للمشهد السياحي العالمي سواء من جانب القطاع الحكومي أو من خلال الشركاء في القطاع الخاص ونموها سموه بأن الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من العام الجاري مؤشر على تنامي دور دبي في تعزيز انتعاش حركة السياحة العالمية وأشارت الإحصائيات أن دبي استقبلت 3.97 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2022 محققة زيادة تجاوزت 214 بالمئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021 والذي سجلت فيه 1.27 مليون زائر ما يؤكد مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للزوار الدوليين وذلك بعد أن نجحت في زيادة ثقة المسافرين بها كوجهة آمنة من خلال تطبيقها الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها وشهد القطاع السياحي في دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 نشاطاً قوياً جعل مؤشرات الأداء الفندقي تعادل تقريباً معدلات ما قبل الجائحة للفترة ذاتها من عام 2019 بينما وصلت نسبة متوسط الإشغال الفندقي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 82% متجاوزة نظيرتها في وجهات كبرى على خارطة السياحة العالمية ترجمة نانسي قنقر